هل بدأ اليمين المتطرف في ألمانيا وأوروبا بشكل عام يشكل ضغط حقيقي وفعلي على دوائر صنع القرار والسياسة في القارة العجوز؟ إلى أي درجة سيكون هذا الضغط مؤثرا؟ لو قررنا ما حدث أو الإجابة على هذا السؤال يمكن أن تكون بالتفاعل مع التظاهر التي دعا إليها الحزب اليميني المتطرف حزب البديل من أجل ألمانيا وهي أن الحزب كان يتوقع بمشاركة ما لا يقل عن عشرة آلاف مواطن ألماني لدعم هذا الحزب وسياسته لكن المشاركة كانت هي نصف هذا العدد لم يتجاوز عدد المتظاهرين المؤيدين له الخمسة آلاف وبالتالي نشهد أن هناك تراجع عن بعض الشيء لهذا الحزب ولسياسته بالإضافة إلى تراجع بعض الأحزاب اليمينية في أوروبا هناك تجارب حاول الألمان وحاول الأوروبيون التوجه إلى هذه الأحزاب التي لعبت على دور التخويف ولعبت على دور رفض اللجوء ورفض الأجانب كل هذه القضايا التي كانت محور برامجها الانتخابية استطاعت كسب الشارع الأوروبي في بعض الأحيان ولكنها مع مرور الوقت ومع دخول البرلمانات والبلديات والاتحادات اكتشف المواطنون أن هذه الأحزاب لا يمكن أن تقدم بديل فعلي للأحزاب الرئيسية التي حكمت البلاد لفترات طويلة وبالتالي كان التفاعل مع هذه الأحزاب طبعا أقل وهذا ما شهدناه اليوم بالإضافة إلى ذلك لو نظرنا إلى إيطاليا على المستوى الأوروبي هناك أيضا اليوم إعلان فشل عدم تشكيل الحكومة إذن هناك تراجع لبعض الأحزاب الإعلام واستطلاعات الرأي تشير إلى أيضا تراجع شعبية وقبول المواطن الألماني لأفكار حزب البديل من أجل ألمانيا المتطرف